أهلا وسهلا فيك وأصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في إشارة جديدة طبعا الصوت مسجل لأنه هذا الثالث فيديو صورناه في المنطقة اللي احنا كنا فيها اللي شايفينها هاي اللي هي منطقة القبور والقلاع اللي موجودة الفاصل بناتهم طبعا هو مبارا عن شارع فقط لا غير لا تنسونا من اللايكات يا اخواني مش مشترك في قناة شترك في قناة فعل الجرس وعدلونا عنه الصوت مسجل لكن هذا اللي صار معنا واحنا أسفين تمام اليوم رح نحك عن عدة إشارات واحنا مثلا من نتمشى خلينا نحكي لقنا عدة إشارات الآن رح نحكي عن إشارة المغارة ماشي والتوابع اللي جاي مع إشارة المغارة وكيف بتيجي وشو الطريقة اللي بتيجي فيها طبعا هاي هي المغارة اللي احنا شايفينها هاي تثبيت القبر اللي موجود عليه طبعا رح حكي بشكل سريع يا اخوان اليوم وهون عندي الاتجاه اتجاه المكان مع السيال اللي نازل على إشارة اللجف زي ما احنا شايفينها هذا طبعا تشكيل المغارة اللي جوهه تفصيلا مع السيال نزولا لا إشارة اللجف اللي بنحكي عنها كل مرة طبعا يعني خلينا نحكي يعني هاي إشارة اللجف الصحيح خلينا نحكي بالأمور هاي يا اخوان إنه سهولة صارت سهولة الموضوع انواخذه بهالطريقة طبعا هاي المساحة اللي احنا شايفينها هونه هي تجميع مي عشان يبعد المي عن مكان المغارة يعني يبعد المي بالطريق الثانية عن مكان المغارة اللي احنا شايفينها طبعا هون في مربط فرس عندي هل سرح نشوفه مع بعض تمام فاليوم نحكي بالإشارة بشكل سريع نشوفه كيف نحلل الإشارة بشكل سريع إذن عندي إشارة المغارة مع تثبيت وجود القبور زائد تشكيل المغارة الموجود نزولا مع السيال لإشارة اللجف إذا راح تشوفوها إشارة لجف نظامية وممتازة 100% إذن في عندي شغل هنا وفي عندي حفر هنا في المنطقة طبعا نحن نشوف مع بعض المربط اللي موجود على الصخرة نفسها هاي الصخرة زي ما انتم شايفينها وهي هناك المنطقة اللي صورنا فيها الحلقتين هذولاك القلاع والمقابر المدافن الحلوة هاي اللي مرتبة تمام هذا هو المربط يا أخوان زي ما انتم شايفينه على الصخرة محطوط ماشي كانوا يربطوا الفرس وإلى آخره وهي مدخل المغارة وهي شيء طبعا اشي حلو مجنن طبعا هسا نحن نشوف أي إشارة بنشوفها معنا بنحلها يعني بنوخذها معنا حل طبعا هنا في عندي الصخرة هاي تمام عليها إشارات مهمة يا أخوان إشارات صحيحة 100% عندي تشكيل المغارة لكن في توجيه يعني هذا تشكيل المغارة زي ما احنا شايفينه في توجيه صار وين عند نفس الإشارة اللي حكينا عنها قبل شوي عند الشجرة ماشي وهذا السيال اللي بعطيني الاتجاه الاتجاه باتجاه المغارة طبعا عليه هنا في مغارة هنا إشارة مغارة باتجاه وإشارة مغارة تثبيتا للاتجاه تبعنا يعني في عندي إشارة مغارة بثبت الاتجاه وعندي إشارة مغارة باتجاه ثاني وهي عند باسم هناك المنطقة اللي فيها الإشارة اللي حكينا عنها تبعت المغارة تمام هاي طبعا إشارة لمغارة ثاني باتجاه ثاني توجيه ثاني غير الإشارة الثاني طبعا هون زي ما نشايفين إشارة المغارة اللي شفناها فوق هاي المدخل تبعها هاي شايفينو يا اخوان المدخل تبحى هنا موجود بسيط جدا وما عليه كلام لكن بده شغول بده حفر لسه تراه بكري يعني مش مش ملعوب فيه تمام بس بده حفر يعني بده نزولا ودخولا داخلها عشان تبين معانا مية بالمية نزولا دخولا وبعدين تبين معانا تفضل المظارة وبيبين معك ايش في جوتها حذرين هاي مش مش ملعوب فيها هاي يعني مش مش لعب ناس هاي يعني جوز يكون حصيني بجوز يكون ثعله بنشي هو الحافره تمام احنا طبعا ماشرين نشوفونك احنا ننتحليل الإشارة سريع 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 ثابت عندي هاي المغارة الصغيرة هاي احنا فى عندي مصيدة شوف شكل مصيدة للمغارة يعني دخول ضإắng بحرین الف roadmap السخرة اللي رفوع تمام يعني الصخرة كاملة بتقع فوقية ماشي مصيدة مليون بالمية الان لو نشيل هذه الصخرة ابتقى على هذه الصخرة نستطيع ان ندخل جوه ونشتغل عليها الشغل بالدنيا هذه المصيدة زي ما انتم شايفينها شايفينها كيف؟ مصيدة 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 دعنا نشوف شايفينها اشعارات كمان المكان هذا من اول الاخر هو عبارة عن مقابر 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 وربعة يعني كله كامل مقابر مثل المنطقة اللي شفناها عند القلعة المنطقة القلاع هاي كانت موجودة هون هي موجودة فوق عند البيوت عند السكن طبعا هون احنا صدفتنا هاي المنطقة وهاي الصخرة عليها طبعا هون مكان اللي شفنا قبل شوية اللي هو عنده حفرية صغيرة هاي اتجاه المغارة اللي هون في حفر ماشي هذا التثبيت الجرون التثبيت مع الاتجاه عند الصخرة اللي حكينا عنها بالبداية تمام؟ لان انا عندي هون هون في تسكيرة يا اخوان شايفينها؟ هاي تسكيرة طبعا هون في غطى لبير او اشي زي هيك تمام؟ في تسكيرة زي ما انتم شايفين اطلعوا كيف؟ تسكيرة ومش ملعوا فيها كمان يا اخوان يعني حتى هاي مش ملعوا فيها حتى راحظوا كيف انه ممكن انها تركب الصخرتين على بعضها لكن كل صخرة شكل كل صخرة لحالة الآن نسجوبها من الجهة الثانية عشان نشوفها من الجهة الثانية هاي هي ماشي نشيل الغطاء ونلاقي تحتو بها ندور على اشارات اخوان نشوف شو في اشارات شو في قصص شو في سواليف تمام؟ مثل هيك احنا بحثنا مثل هيك اخوان المنطقة نبحث عن الاشارات نحاول نحلل الاشارات نحاول نفحص هواية كويسة هواية ممتازة هواية حلوة لانتكون عند البني ادم تمام؟ نبحث عن الاشارات ونشاء الله انها نشوف اشارات تكون قوية يعني نحاول نشوف اشارات قوية يعني تدل على اشي قوي معاننا مثلا زي هاي الصخرة ما فيش عليها اشارات فعدينا عنها وظلنا ماشي تمام؟ مثل القصاصين الاثر يعني يركز في شغلات معينة نحن بنا نركز في هاي الشغلات نشوف هذا جرن المغارة اللي حكينا عنه كل مرة جرن المغارة ثابت هاي اشارة اللجف هنا دخولا تحت الصخرة وانتهى موضوعه يعني هذا جرن خلص هذا هو جرن اللي مزبوط 100% جرن مغارة تمام؟ مع توجيه مع شغله مع الاخره كله كامل يعني ثابت تمام؟ طبعا احنا ماشيين بندور اشارات طبعا هون هس راح تكون فيه عنا اشارة قوية يعني راح نشوف اشارة قوية جدا طبعا ليش بقول انا راح نشوف لانه احنا الصوت مسجل تسجيل تمام؟ بندور على الصخرة مثل ما انتم شايفين نشوف على الصخور اذا فيه اشارات او لا اشارات محرزة لان الواحد يحكي عنها يعني انه يحكي عنها اشارة اصلا تمام؟ هاي زي ما انتم شايفين كلها صخور متحركة تقريبا تسعين بالمئة منها صخور متحركة وتنظيف ارضي اخوان تمام؟ لكن ممكن نلاقي عليها صخور ثابتة ماشي وصخور بتكون حلوة ومرتبة يعني عليها اشارات صح المنطقة حلوة المنطقة غنية جدا تكنيزية حلوة كثير طبعا هون راح نشوف اشارة حلوة كثير طلعوا هذه اشارة محلها هي جايز جايزة اشارة الجرة لكن هي مش اشارة الجرة ماشي؟ يعني عندي اشارة فيها تفصيلي اخوان تمام؟ طلعوا شوفوا التفصيل تباحه كيف عندي طبعا النفر هنا الغرف النفر يعني هاي غرفة ماشي؟ هاي اللي نحكي عنها الغرف النفر او اشارة النفر كويس؟ بس راح نشوفها مع بعض كيف عن قريب شوي هاي غرفة غرفتين ثلاثة اربعة اربع غرف نفر طبعا في البصمة تثبيت تباحها روعة طلعوا كيف مع حلاها جايزة بالشكل هات تمام؟ الان الخطوط هاي اللي موجودة للسيالات هي عبارة عن سرديب طبعا هون الاشارة التثبيتية للمغارة الاولى يعني عندي المغارة الاولى وهو مدخل هاي الاشارة التثبيتية لها زي ما انتم شايفين هاي هي طبعا المدخل راح يكون بالاتجاه هذا زي سرداب بداية سرداب طبعا الاشارة اللاجف بسيطة جدا هاي زي ما انتم شايفينها اشارة اللاجف بسيطة جدا هي عبارة عن المدخل تباع المنطقة يعني دخولا من هون للمغارة بعدها بندخل من المنطقة يعني دخول من هون للمغارة بعدها بندخل على المنطقة اللي فيها السرديب اللي احنا شايفينها يعني السرديب اللي بتودى على غرف تمام؟ يعني اشارة صحيحة مليون بالمية اشارة حلوية يعني اشارة حلوية يعني هي ما فيها شكل معين لكن الها دلالة الها شغل تمام؟ طبعا هون زي ما نشايفين عندي مدخل ثاني طبعا هاي التثبيت للجرن اللي هو جرن المغارة تمام؟ في عندي مدخل ثاني ممكن ادخل من المدخل الثاني برضو راح ادخل في السرديب وادخل في الشغل اللي احنا شايفينه قدامنا هذا تمام؟ واللي هو مهم جدا واشارة مهمة جدا تمام؟ طبعا زي اشارة الجرن بيني لكن هي مش اشارة الجرن فهمتوا كيف نكون ندور على الاشارات يعني بنكون نلف منطقة هاي مثلا بنشوف شو فيه اشارات شو فيه قصص طبعا الصخور اللي بيني عنا ما خفي اعظم يعني فيه شغلات جو لسه ممكن انه فيها شغلات ترى قصة الصخرة هاي كيف جاية شكل تبع قصة الصخرة ما خفي اعظم شو تحت العشب الله اعلم يا اخوان يعني فيه تحت العشب شغلات ما بنعرف عنها مش شايفينها صباحة فانها كانت الحلقة هيك سريعة عشان نشوفه احنا كيف ندور على الاشارات وكيف بنلاقي الاشارات وشو الطريقة اللي بنلاقي فيها الاشارات طبعا بعدها مع الفحص طبعا هذه المنطقة اللي احنا صورناها وشفنا فيها كل البلاوي اللي شفناها طبعا الفاصل ما بينها وبين المنطقة اللي انا فيها هي عبارة عن شارع تمام؟ يعني المقابر الموجودة هناك رح للاقيها في المنطقة هاي اللي احنا فيها يعني نفس النظام المقابر رح للاقيها ولكن المنطقة اللي احنا فيها اغنى من هذه المنطقة لمشيش؟ لانه المقابر اغلب المقابر الغنيين ت COizenهم هنا مثالا هناكever إ tienen KDA الممكن زي هيك طبعا القلاع اللي كانت موجودة بالأول كانت محل البيوت هاي اللي انتو شايفينها العمرات الموجودة كان في قلاع هنا والقلاع هاي مهمة وإحنا في منطقة المقابر اللي موجودة للقلاع حلقة سريعة يا أخوان حلقة بسيطة إن شاء الله أنه الجميع يكون يستمتع فيها وإن شاء الله أنه شفته الطريقة اللي إحنا بنبحث فيها عن الإشارات وطبعا مش مشترك في القناة يشترك في القناة بفاعل الجرس إشان شوف الحلقات السابقة والحلقات الجاية تمام ويشوف إحنا كيف طريقة البحث تبعتنا ماشي ويستفيد ويتعلم يعني إحنا بهمنا تستفيد وتتعلموا يا أخوان وإن شاء الله الأمور طيبة بتكون شكرا لكم المتابعة وأهلا وسهلا فيكم إن شاء الله في حلقة جديدة شكرا شكرا للجميع للمتابعة